مرحبا يا زيد، لماذا زيد؟ لأنه أنت كنت بره برنامج وبخاف يد بحكي الحر، قال خليت دخل بعد ذلك قبل يأتي زيد أول ما دخلت التصفيات جاني سؤال من الذي ترى القدوة؟ أو أنك تريد أن تصبح مثلها بعدين في الإعلام؟ يمكن أنا لن يحب، أنا ما أدري هل هو اسمها فعلاً اللي هو التقديم الحر اللي يكون على المسرح، تقديم الحر يسمى؟ التقديم المسرحي التقديم المسرحي زياد سطوري فيه عادل جاء بسرعة جران ديزر ما شاء الله تبارك الله متألقين مبدعين الاسترسال أمور واجدة، أنا عجبتني فيهم سرعة البديهة، ما شاء الله تبارك الله يوم جاني السؤال، قلت زياد الشهري عادل هيف بعدها و تقريباً بيومين كنا في التصفيات نأخذ جوالاتنا أطالع إلا فيه كلام مشكلة بين زياد بين عادل، لا أدري إيش تغريدات شوي دخلنا البرنامج أنا لم أصدقت دخلنا البرنامج إلا فكرة النقد كأنهم بدأوا فكرة النقد متعتهم شوي له كأنهم يلمحون فيه شيء أنا والله ما أدري على الموضوع وأسألك يعني علشان الجمهور يفهم وأنا أفهم لأنني أنا على الصعيد الشخصي أحبكم من أثنين أقول لكم قدر كبير وأنت عارف هذا الشيء هل فعلاً اللي في الإعلام أن فيه شيء بينكم هل فعلاً هذا الشيء صحيح؟ أتمنى أن تجاوب بكل مصداقية والله شوف أنا أجاوب بكل مصداقية يعني ممكن الشيء هذا يعني ممكن ما فيه أحد يدري عنه ولا يعني ممكن طلع في التصوير أنا أمس كنت مع أبو سعد يعني جيت في غرفة جيت في غرفة الغرفة حقة الإعداد ممتاز و سلمت عليه و دعيته بالتوفيق و قبل أن يدخل سلمت عليه و بعد ما طلع باركت له تمام؟ ممتاز هذه ليلة الحفل يوم الحفل ممتاز قبل مصدا وهو كذلك أول ما قدمت في برنامج أول إبرايم لي أرسل لي الصباح يوثني يا سلا وأنا أرسلت له بعد أول إبرايم له في برنامج كارزمة ثنين هذا ممتاز و أرسل الموجودة في الواتساب لا أستطيع أن أخذ الإطلاق لها فالكلام اللي بره يروح و يأتي شفت؟ أكمل في الجواب هذا بس أخذ الاتصال عشان يروح على الليلة مين معنى؟ طيب ألو؟ ألو السلام عليكم ألو مساك الله بالخير مساك الله بالنور والسرور الحبيب الاسم الكريم من وين تكلمنا طال عمرك؟ من المدينة منورة طارق عبد العزيز من أعرفاهي طوالله